مطبخ منال العالم سأجيكم هلأ الجبلي وحتتعرفوا على شخصية رائعة جداً شخصية مائلها في عالم الطبخ بس أنا ويان دمجنا لأنه أنا بطبخ وحضرته مهندس، فنان، مصمم، مبدع، ديزاينر يعني كل الأشياء الفنية موجودة مع الدكتور شادي بنرحب في الدكتور شادي شكراً لك، نحن نتشكرك ونتشكرك على استضافك العلاقة بين التصميم وبين المطبخ علاقة كتير قريبة فكرياً وتنفيذياً مستحيل واحد يقدر يفصلن عن بعض بالضبط، زي ما إحنا أول ما بنبدأ بنحضر هالغراض قدامنا والمنكونات وبنبتدي نطبخ طبختنا طبعاً علاقة كتير 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 مرتبطة بعض وبتتحكم كمان في الشعوب دكتور مضبوط لأنه حسب السقافة، حسب المكان، حسب البيئة التصميم بيختلف وحسب المكان كمان والمنطقة بالطبخ بيختلف هي من أكبر التحديات اليوم بالنسبة لأنه يتشجعوا المهنسين يشتغلوا مع مواد من الطبيعة وهنا موجودين فيها وهذا فكر كتير إشي رائع وهتكون حلقتنا اليوم، معاني بدي إياها تبقى طبخ أكتر بس أنا كمان حاب أعرف معاني من الدكتور كيف إحنا ممكن ننشئ؟ يعني كتير الحكي دكتور كيف بدي أبدأ معاك؟ كتير؟ مجرد كلمة استدامة هاي بتخلي قلبي هيك، استدامة فعلاً لما المهندس بده يحافظ على عدة معيير أنا لسه ما قلت لكم الدكتور مين بيكون وشو بيعمل؟ قبل ما أعرفكم علي أكتر حسن له سؤال صغير هو حيتفاجع فيه دكتور أنا شايفتك حاطت هون يدبوس صغير، هو يمكن ما حيبين كتير في الكاميرا وأنا عندي واحد على فكرة، هلأ نتبادل حضرتك عرفني أول عن حضرتك شو بتشتغل، وشو هذا الدبس؟ نشوف مع بعض مع الدكتور نتشكر، نتشكر أول شي، أنا موجود هون في دبي وبكون عميد كلية الهندسة بالجامعة الأمريكانية في الإمارات وحمد الله صرنا بالبلد بحدود الـ 12 سنة ونتشكر هالمدينة إنه استقبلتنا وعم تحافظ علينا بتحافظ عيالنا، وهي فرصة رائعة رائعة جداً بخصوص الـ PIN، هي PIN للـ American Institute of Architects بخصوص الـ PIN، وعندما تجعلك لتحافظ عليك فرصة رائعة جداً للمجتمع هي أكبر منظمة خيرية في العالم وأنا سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن الحبيب وفي كل العالم هاي الألوان دكتور يمكن مش لكل الناس بيعرفوها هاي الألوان هي عبارة عن 17 لون احنا عنا 17 هدف تم وضعهم لتحقيق نجاح وتحقيق أمن وسعادة على الكون واو هذا فنومن طبعا عدة عناصر بتشغل مع بعض أنا على رقم اتنين رأي الهولون وبن شوي ببقى برنامج الغذاء العالمي بس كلنا بنشتغل سوا لنحقق كليتنا مع بعض العلم الصحة الأمن الغذائي المياه الزراعة التعليم المدارس كل هدون مع بعض لايحققوا كون ناجحة هاي مسؤولية كبيرة كبيرة وإحنا كان لنا هدف مخالطة يتحقق على سنة 2030 zero hunger إن شاء الله إن شاء الله بس مع شوية البندمك هاد اللي حصلت تأخرت شوية ولكن الهدف مأزل مستمر للدكتور هلأ حضرتك أنا عشان بدي إياك تساعدني أنا ما عملت كل المسؤولية على حضرتك جهزت الكيكة بس أنت بدك تعملنا الصوس متشرف كتير بصير صوصي يا أنا عامل أشيء كتير سهل دكتور أوكي أنا عملي يس هذا يبدو جميل أنا عندي هون شوية أسفل أسفل وعندي هون شوية حليب أوكي وحنحط له فليفر حسب ما طبعا إحنا لسه مخلصين ربضان ومية الورد وماء الزهر فإحنا هون فينا هلا نستعمل فانيلا آه نغير شوية نغير شوية أجواء أه أه فعندي هون أياها الفانيلا أياها الفانيلا أوكي أكسسننت فحنأخذ قطرات بسيطة فقط من الفانيلا هيك وبعد هيك منحط كمية بسيطة من كمية بسيطة كمية بسيطة بدك تبتدي بخلينا أقول لك شيء يعني لازم حرك بنفس الوقت أيها أها بس كمية صغيرة دكتور يس كمان شوية لأنه هلأ هو بيبتدي السكر بسيطة 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 دكتور خلينا نوقف هلأ ونبتدي نستمر بالتحريك حتفاجئ قديش السكر عنك بيتشرب بالسوائل أنا بوجه هالمشكلة كمان بالبيت إنه دايما وقتل بدي حضر شيء لا لا كل الدنيا بتخرب معي لا عادي دكتور لتخليكي تعرفي إنه حسس حالي بقلب بيتي أهلا وسهلا هلأ أنا تأكدت إنه أخد كل الكمية ببتدي بضيفي شوية شوي أوكي إدخال دكتور ممكن ساعات يعني نصف مع الأصغيرة يفرق معانا طيب وليش أنت وقتل بتصبي السوس ما بينزل على الكاونتر ليش أنا وقتل بيصبيتو خربة الدنيا أنا شوية يعني ممكن أتقن هذه الجزئية البسيطة بس حضرتك بتتقن ديكور في أبراج وطاورز بالفعل هي المعايير والشخص اللي عم يتحكم بالمعايير طبعا الخبرة والمعرفة حكي لنا طب دكتور شو عندك هيك بروجيكت بتحب تحكي لنا عنه؟ شور والله مازلنا موجودين بالمطبخ والمطبخ هيك في كوكتيل عن النكهات وعن الأشياء المختلفة في مشروع مهضوم سويني من فترة اسمه الرفلكشنز هوتل أوكي وهو موضوع الرفلكشنز هوتل عادة أنه في ناس عم يجوا من عدد البلدين وعم ينزلوا بهالفندو أوكي وصعب في دبي تقدر تحكم ستايل واحد على كل الناس لأنه مثلا حدا جاي من ألمانيا حدا جاي من الكويت حدا جاي من فرنسا طيب كيف بدك تخليوني يحسوا أنه هن بالفعل جايين على فندق هالفندق بيعكسهم شخصيتهم أو بيعكسهم البيئة طبعا ففكرة الرفلكشنز هوتل أخذنا كل طابق بالفندق وشخصناه لمدينة معينة واه لا حلوة أنا ممر عليها كأنك عم تقارن ممكن إذا عم تعمل مثلا قالب جاتو وكل طبقة نكهة معينة ووقت الواحد عم يوصل على الفندق بينسأل مش أي نوع غرفة بدك بينسأل على أي مدينة بتحب تروح حلوة هاي يعني والتصميم التحدي كان كيف بدنا نخلي التصميم يعكس هالمدينة بهذا الطابق فبدأينا من الكوريدور للغرفة لورق الجدران لنوعات الفرش في كل دور؟ في كل دور يعني مثلا كان عنا توكيو كان عند الجو أيجين عنا باريس عندنا لندن عندنا نوي يورك فكل طابق مدينة وحتى الميوزيك بتطلع من الاليفيتر بتحس الميوزيك تبع هاي المدينة كتير حلوة ايه مثلا في باريس توجد ايدث بياس ايه حلوة الفكرة كتير حلوة في نوي يورك توجد فرانك سيناترا ايوه انه هاي ايه ايه نسبي اه هاي اللي كنا عم نحكي عنه بالنسب بس كتير فعلا في تحدي انك دائما تطلع بفكرة جديدة دكتور دائما وتخلي هالفكرة تتلاقى مع بعض حقيقية ايوه وتتلاقى كمان سهلة التنفيذ وهي اللي انا بحبه في دبي بني بالفعل انه هم ابدعوا في فن العمارة فن التصميم طبعا احنا ما بنقول برج خليفة ما فيه ما فيه نسبة لإله بكل العالم كتير حبيكوا من اول ما طلعوا وما زل كل ما بمرؤ حده برج خليفة عنده محل كتير هايك قريب على القلب لإله بالاخاص صار لنا الفرصة نصمم فوق الخمسة عشر شقة بقلب برج خليفة جميل طب هو التصميمات هذه دكتور هالشخص بيطلوبه منك هالمقاولين مثلا او صاحب اللي بيشتري هال سؤال حلو صاحب عادة بالبرج بالاخاص هني أصحاب الإلشاء وكل مرة حدا يجي لعندك بيجي لعنده فكرة معينة او مويلة معينة بده يغنيه بده ينفذه حلو مويلة بده يغنيه طبخة بده يطبخها مظبوط ما بيقلولك شو هالطبخة عم تحضريها شو هالمفاجئة بس اللي احنا المنواجهها ما فينا نطبخ لحالنا يعني مثل ما حضرتك اليوم قلتي لي عندك هالفينيلا أكستراكت وعندك الكريم وكيف لازم نطبخ وكيف لازم حركها وطلع عم نصمم بيت بالاخاص او فندو او اي شي الشخص اللي عم نشتغل معهم لازم نخليهم هني يساهموا ووقت اللي بيساهموا تطلع الشغلة حلوة كتير وفيها روح حلو وهني معنيين اكيد لانه هي اعتقد بدهم يعكسوا ميولهم حبهم لشي معين رابتهم لانه على بيتهم بالاخر بدهم يكونوا قاعدين مفسوين ومرات بيخافوا العالم انه يخبروك عن احساسهم بيفكروا انه اذا خبروك عن احساسهم او صارحوك ممكن انت تاخدي انطباع غلط بس هذا شي مش مزبوط بس هذا شي مش مزبوط لانه اذا خبروا الاحساس بعدين اللي بيصير وقت اللي بتوصلي على النتيجة بتكون نتيجة حلوة شكلياً بس فعلياً ما بتشبههم مش هاي اللي بدهم يعني كتير خطرة اذا عم نغير كتير بالشكل الداخلي تبع الشقة نرسم الشقة على الارض يعني بتنرسم رسم بس فعلياً على الارض لوقت اللي عم يمشوا بالمكان هو نفسه يحسوا انه قاطعين بالسبيس ومرات اذا مثلاً فيه قطعة فرش مميزة ورح تتكرر مثلاً كرسية الصفرة او كرسية السالون قبل ما ننفذها للشقة كلها مثلاً مننفذ نموذج عنها ومنقعد عليها ومنجربها ومنعدلها ولا يقدر يقتنع فيها الشخص يحبها كأنه اللي عم يعملوا تايستنج يعني زوهد عم يعمل صهرة وعم يستضيف الناس بس عادت الدكتور تصميمك على حسب ما هيك اللي هدية اللي شبتليها انا لحخلي المشاهدين يشوفوها تصميمك فيها هيك عمق وفيها دبث هيك وفيها استعمال مش عارف كيف اعبر عنها بس فيها استعمال هيك انا اللي حسيته يعني الكلام اللي بتختاريهم they're very sensitive ورابع على القلب الطريقة اللي بتوصف الشغلة يعني هيدا بتخليني اكتر ثبت النظرية اللي بدينا فيها انه التحضير بالكتشن والطبخ والديزاين علاقتهم كتير كتير دقيقة وكتير قريبة يعني حتى كنا عم نحكي عن مثلا جهزة قطعة تفرش لحدا يجربها انه بالكتشن اذا عم تستضيفة مثلا الناس ممكن تخلي حدا قريب عليك يستطع يمشور ايكون نزيد شوية مرح لانه هي الشغلة مش قصة انه انت تكوني ردياني او انا كون رديان هي لان اكتر من ما هو هي مش برودكت عم نعمله هي خدمة انه نحنا عم نقدم هاي نقطة كتير حلوة دكتور انه فعلا المصمم هو بقدم لك خدمة عشان هيك دائما 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 نقدر المهندسين المصممين الفنانين من القلب بقول لك دكتور فعلا فعلا اي شخص عنده هاي اللمسة الفنية بتحس الافراد بيحبوا يقدروا والمجتمع بيقدروا فانا فعلا بقدر شغلة وبدأ ظلني احكي معاك كتير لا لا ان شاء الله بس انا حروح بس هيك بدي اجيب لك بس عشان نعرف الواتف الكريم اعطيني بس دقيقة واحدة بحضرتك بس خذ شكرا اوك دكتور اخرت عليك شوف هذا الائتم الظريف انا عاننا احنا بردك اشياء هكذا حسنا ماذا هذا؟ ماذا بنا33 اجب ان ردينا حدchester بهذه الطحث من يأعمى انا اكثر سهل علينا إنه إحنا نوزعه لازم نساعد بالسبون شكراً دكتور مش عموصي خديني لا كويس ديك عم نتحسن شكراً 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 لا خليهم بعض إسلام شكراً أنا ححتاج بس نجيب مقصة شكراً الكيك عنا جدًا شكراً بعد ذلك إن شاء الله بخلي لكم أعزائي أحباقي طبعاً إحنا بالآخر بدنا طبخها وبدنا وصفة فبعد ذلك بحطي لكم هذه الوصفة لتشوفوا طريقتها هنمسك هاي كويس قوي دكتور هون الضغطة القوية ما بنفع طفلات من قبل لتجعل هذا أنا حاقصلك ياها وبعد هيك حضرتك بس تكامل في باترن معي؟ لا، إنه بس لك يعني إحنا بس بنعتيها هيك روح بنعتيها نكهة بالأستنج شكر هذا بيعطيها تست حلو والفانيلا اللي حطينا وبنفس الوقت بيكسر حدة لبلاك معنى إنه بيوتي بس سعات الأبيض هيك مع بعطيها جاهز تستطيع أنا مجرد محاقصها أنا بس بيكتب تدريب كيف ممكن تلسفها؟ خليني أعطيك إنسركشن حقا همشي القطة هون عشان ما يطلع السوس عشان هذا أنا بصير هدا بدلع كله برده حسناً اذا انه في الماضي يمكنني مهاية هذه قرارة أنا قرارة لو عملتها فى تقرار فحضرتك فى القرب مرة حاولت بالماضي عمل إيسن و لا تقرأ فإن شاء الله منكرر لا أكيد مجرد فى عرفنا التكنيك اشتراك فى ساقرارة فى عمالك فى نتقرأ اجد فى قربة قليلا انا ستقرأه فىك انت لابتك نبهني فى تمرن شكراً لك 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 أصحى المستقبلة المستقبلة قصة هذه المربعات قصة مهضومة وقت اللي تصنعوا هاو القطع عملنا شي اسمه امبسايكلنج الامبسايكلنج وقت منلاقي خشب كان عم يستخدم لهداف لاهداف اخرى وما بقى كان عنده استعمال نأخذ الخشب ننضفه نجهزه ونجمعه يكون هناك تعديلات بسيطة يريدون أن نجمعه على نفس العرض أو نفس الحجم ولكن من كل ويدة عصى إذا ترى كل خشب لا يوجد وحدة بالفعل متناسق معك وهي جمال المشهد الذي رأيته قدامي وكمان جمال الاستدامة دكتور أنه إحنا فعلا حولنا هالخشب اللي ما منستفيد منه لإطعاءة فنية رائعة هذه الشغلة كتير بدبي بالأخص بهالبلاد اللي نحن فيها بيقدروا هؤلاء الأفكار لحضرتك عم تتكلم عنهم لأنه حتى نحن كبشر بهالمدينة مثل هالخشب كل واحد منا جاي من مكان كل واحد منا جاي من بيئة كل واحد منا الدني حفته بشكل مرات حفة منيحة مرات حفة مئزية بس أنه دبي جامعتنا ومقاربتنا على بعض ومحافظة علينا بنفس المستوى مش شغلة سهلة وصرنا بالآخر تحفة جميلة الحمد لله منفتخر بأنفسنا لأنه مجموعين بهالمدينة بالضبط ومنفتخر بعملنا منفتخر بمجهودنا وكل واحد فينا فعلا عنده الطاقة الجميلة اللي كمان حلو يزهرها ويفتخر فيها ويشتغل عليها أكتر أكتر لتبدأ أجمل وأجمل بالفعل نحن نشوف هالقطعة جميلة دكتور نشوف كيف بدنا نحن نبدأ وممكن نجي نرفعه على النص وبعدين حتى مثلا نحن نقوم بحضارات المقطع فيزه على الممكة هذا مخصص وكسبنا نحن نقوم بحضارات المخزة على الطابع وبعدين مثلا هذه المستوى الفاهمية الدكتور بإيده عم يعملها نحن نتعلم منك نحن نتعلم إنه هي أجمل شي واحد يكون حوالها إشياء حلوة وجميلة وبيتصرف فيها نحن نتعلم وحلو فعلا تيتان يمكن إحنا لو عنا سيتاب تاني ما حنرجع نلاقي نفس المشهد هاي حلويتها أنك أنت بتحقيقها تغيرها طبعا طبعا أنا دوتشاكارك شكرا لإلك وخليني أقطع لك إطعة من الكيك يبدو أن ندعها وزي ما وعدتكم أحبائي هحط لكم الوصفة اللي عملتها مع الدكتور طبعا أنا حضرتك أنت اللي عملت الكيك ومش أنا يا رجل إنه موست أنا بحب الشوكولات كيك وكمان حامد سوجي بحب الشوكولات كيك ويارا بنتي تحية ليا را بنتي وليلة كلها عندي بحب الشوكولات كيك الله يخلي لك عيادة أنا تسلم دكتور أنا شخصيا بحب أكتر لمون أورنج كيك هكذا بس برضو بعمل عشان هم لازم هم يكونوا كمان مبسطين ما هل كنا اللي عم نحكي فيه إنو وقتل عم نعمل وقتل عم نعمل عم نعمل عم نفكر بحدا تاني نسعدة بالضبط أنا أكتر شي فعلا دكتور بساعدني لما بطبخ بقولهم أنا بحب أطبخ بحب أكل بس ما بحب ألم الأكل أضبضب وهيك لا هوا تفاصيل واحد لأنه وقتل أنت بتقوم بالعمل واللي بيبتدى بالعمل وبيطرح العمل صعبة تقدر تلامل من غراء لأنه تقطوش لك من حبل التفكير طبعك لا تستطيع ما فيك تكوني موجودة بالإبداع وبالنهاية يجب أن تأخذ واحد بالضبط وبحس أنه خلص خلصت أكل بحسن 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 أحبائي نخلي الدكتور اللي شرفنا بزيارته لبخير خلي اكل الكيك وحنشوف بعد هيك كمان هدية حلوة كأنشاب لي إياها حنشوف مع بعض فيها فكرة كتير كمان حلوة أحبائي أخذنا بريك بسيط ورجعت لكم بتعريف بسيط للهدية اللي بكمان الدكتور شكراً أنك جبت ليه نحن نتشكرك شكراً فيها إبداع وفن يعني أنا صراحة عشقتها حبيتها الاستعمال المتكرر الأفكار اللامتناهية دكتور شو الإبداع؟ شكراً لك نحن نتشكرك الفكرة هي بديت من الطريقة اللي نحن كشرقيين نتعاطى مع الضيف بس اللي يجي لعنا وعنا بعيداتنا من ضيف على السنية قصة الديافة على السنية فيها تاريخ وفيها ماضي والسنية وديافة السنية بتجمعنا بالفرح وبتجمعنا أكذا مرحلة بالحياة فهالسنية هي نوع من المفتاح تبع الجلسة صح يعني واحد ينكر له أهميتها أو يتجهل الأهمية تبعها بس السنية هي بالفعل هي المفصل هي المفصل بينك وبين الضيف شو هالتعبير الجميل؟ الله يخلي لي إيك شو هالتعبير يعني تنقلنا أنت لليفل ثاني هيك من المعاني اللي إحنا ما كنا حسينها صح؟ هي ممكن نعملها بس مش حسيني معاني بالفعل هي المفصل لأنه تلقى أنا عم بوقف معك وعم قدملك شي وعم قدملك الطعوة وعم بعطيك شي هيدا هو الفاصل بيننا هو اللي عم يجمعنا هو اللي عم يبعدنا النقشات النقشات جاي من الطبيعة اللي نحنا فيها يعني هالأرباسك هالتنويع بالخشب الطبيعي كمان هو عم يعكس المبادئ اللي تكلمنا عليهم من قبل يعني هن المبادئ بشكل عام موجودين موجودين بس هالفكرة أنه إحنا نزهرهم بالجمال نحركهم نحركهم نخبر قصة هي هو وقت لا عم نصمم عم نخبر قصة هاي القطعة مثلا استوحيناها من ورق الصجر ورقة الصجرة هي متكررة بس ما في ورقة بحجم التانية لو بيشبهوا بعد هاي القطعة نحتت على الإيد بتشوف فيها أنه هي مثلا جايين بتجانوس بس إذا بتطلع أكتر ما في أطعة مثل التانية يعني حسب وين عم يجي ضربة الزميل ضربة الشاكوش كيف عم تتنعم في تجانوس بس هي ليست متشابهة بس منا نفس الشي حسب الإيد اللي عم تحرك وفيك إحنا كمان في الضيافة نستعملها ضروري من الأفكار أحسنتي بالفعل هاي كل مرة حتكون جديدة مستحيل كل مرة حتعطينا فائدة مختلفة استعمال مختلف سواء موالح حلويات مكسرات شو بدي أعرض فيها لو حولت تكرريها هي مثل ما كانت مرة الماضي يعني نحط الزبيب هون نحط الجوز اللوز مستحيل يطلع نفس الشي لأنك إنت بدأ ملتكوين ثاني مختلفة مستحيل أنا حبيت فكرة إنها متحركة كمان هالنقطة كتير حلوة كمان لأنه هي الفكرة كمان إنه وقت عم نحطها عالصنية عم ندير نحركها نقربها ونبعدها حسب كيف بدنا نصفصي في الصنية إذا ممكن بدي تحطي الشمع هون تحطي زيز هون تحركي أو ممكن إنه إذا حين نلتيع وماشي فيها هاي كمان عم تهديها عم تمنع إنه توقع حبيت عفكرة هادا الـ الرين ايه عم تعطيها الـ functional aspect وعم تعطيها كمان جمالية وبردر وبردر عم تعطيها كمان الـ frame الـ frame حركة الصفد وخشب الـ walnut هذا الخشب الـ walnut من أروع الأخشاب وزي ما قلت قولي الدكتور عم بتحس إنك إنت عم بتلامس الطبيعة هيترجع للأرض لأن الإيد هي اللي عم بتحركة الإيد والزميل يعني ما في حاجز بالنحت يعني النحت والإيد والخشب أقرب من هيك علاقة مفروسة أحيان وهاي المشاعر الحلوة لما تخدوها وتحطوها في بيتكم يعني بتكتمل الفرحة وتكتمل الروعة وتكتمل الجمال إنه أنا فعلاً ما أوقف وأطبخ في المطبخ وأقدر أقدم هالأكلات اللي أنا تعبت وأنا مجهزها بشيء جميل يعني هون بتصير استرورة ومتلك كاملة فعلاً دكتور ووقت اللي نحن عم نصمم أطعاب بهد الحجم إن كانت سنية أو عم نصمم بيت أو عم نصمم فندوق المستوى تبع الأحساس ممنوع تنفقد وممنوع تتغير مش يعني إذا الشغلة صارت كبيرة بدأ عفلة من الإيمة طبعة ومش يعني إذا صارت بحجم واسع مش لازم انتبه على التفاصيل هايدي الشغلة خطرة كتير دايماً بحب نبه زملائي وبحب نبه كمان التلميذ اللي عنا بالجامعة مهما كان الحجم المسئولية هي بتقبر مع الحجم ما بتضعف يعني إذا واحد الله رزقه عشر أولاد مشان إذا عنده ولد واحد بيهتم فيه وإذا عنده عشرة ما بيهتم فيه بدك تعطي نفس الأهمية للأول وللآخر ونفس الشي بتتزعين إن كانت صنية إن كانت شقة إن كانت فندو هيدا وايش بركم هندس بالضبط وبتضل روحك موجودة في كل قطعة مهما زغرات ومهما كبرات ومسئول عن كل زيح ما فيك تنكره لأنه بتبين عليك بتنظهر للمجتمع إنها قطعة إنها مهندسة بيحب الطبخ وبحب الظيافة هلأ حسستني إنو الظيافة هاي ممكن تبقى فن أعمق وأعمق بكتير ومجهودك في بناء الفن لأنه فعلا الفن هو مش مجرد فكرة في مخنى لأ نبنيها كيف نزرها كيف مرور بيكتملية بيكتمل الفكرة بالطب فأنا متخيل إذا إنت مع صنية هيك عملت فيي هالفيلا اللي بتعملها هالشوء اللي بتصممها هالدكور الداخلي اللي فعلا أشياء رائعة ياريت تقدروا تدخلوا على الأكامت عند الدكتور تتفرجوا على الفن وياريت الدكتور كمال إنك إنت تساعدنا وتزهر لنا أعمال لك أكتر أنا بعرف إنو معظم المهندسين في عندهم بعض المشاريع بتبقى يمكن برايفت شوي لا إحنا بدنا نعرف أكتر لا إحنا بدنا نعرف أكتر لا إحنا بدنا نعرف أكتر شكرا كثير لكم للمتابعة شكرا كثيرا كثيرا شكرا 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 تحية للأمارات وتحية لكل الناس في كل العالم ما بدأ أخلص الحكي لا بدأ يطلص تسلام در تورجل شكراً لكم شكراً لكم